قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مصر فردوس الدنيا فاللهم يا ربنا اجعلها فردوس الدنيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند شخصية فريدة هي كريمة الضارين هي نفيسة العلم هي شخصية ربما كان زواجها برؤية نبوية وإقابتها في مصر حتى وفا برؤية نبوية وكذلك أن تدفن في مصر أيضا برؤية نبوية كانت متفردة في العلوم ولذلك لقبت بنفيسة العلم نتوقف اليوم عند حبيبة المصريين صاحبة الكرمات السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضها في مصر أرض الصالح السيدة نفيسة العلم لذب ابنة الصبت الحسن زوج الإمام المؤتمن بنفيسة العلم العلي مقامها في كل شأ هي نفيسة ابنة الحسن الأنور فهي ابنة أمير وزوجة أمير عابدة زاهدة كانت رمزا للعلم منذ طفولتها وعندما علم المصريون بموعد قدومها خرج في استقبالها أهل مصر وأعيانها عند العريش بالتكبير والتهليل وأحاطوها بالهوادج والخيول من مصر ذا عصيتها رضي الله عنها في الدنيا كلها يتبع المسلمون أخبارها فجذبت بنورها وعلمها أمثال الإمام الشافعي ممن أخذوا ورووا عنها الحديث فكان لها عظيم الأثر العلمي في فقه أئمة المسلمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أهلاً وسهلاً بحضراتكم وما أجمل الحديث اليوم حول كريمة الدارين نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها اسبحوا لي أرحب بفضلات العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله أهلاً وسهلاً بحضرتك السيدة نفيسة لها في قلوب الملايين الكثير من الحب والعشق يعني مين مننا ما رحش السيدة نفيسة وصلى ودعاً عن السيدة نفيسة فأرجو من حضرتك أولاً يعني هل هناك تفسير لهذا الحب والانجداب الشديد إلى السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا السيدة نفيسة هي بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة يبقى إذن هي سليلة بيت النبوة نفيسة وسميت بذلك من النفاسة ولدت سنة 145 يعني أكبر من الشفع بخمس سنين هو ذات الاسم نفيسة كما سمى أبو حسن الأمر شيء نفيسي يعني شيء نادر شيء غالي شيء عزيز مش موجود منه اتنين يعني والحاجة نفيسة فالسيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها ولدت منها وأبوها كان أمير اللي هو الحسن الأنور لما نمشي مع الحسن الأنور ده نجد أنه سيدنا الحسن الأنور ابن زيد القابلك وزيد القابلك ابن الحسن الكبير اللي هو معه الحسن والحسين نعم الحسن الأنور خلف نفيسة وخلف كمان واحد موجود برضه في مصر اسمه يحي ويحي المتوج ده هو أخه السيدة نفيسة كانوا سمون متوج لأنه كان وشه كله نور كده ده موجود في مصر يا ماري موجود في مصر والراجح إنه عند سيد الليس بن سعد بعد الشافعي يعني في المنطقة اللي بعد الشافعي فيه يحي المتوج بالأنوار ده مصر مليانة من آل البيت والصالح للخيرات الكتير نعم سبحان الله السيدة نفيسة كانت تحب العبادة منذ صغرها فنشأت ولازمت المسجد النبوي الشريف أدده حتة من الإجابة على السؤال بتاعك هو شمعنا السيدة نفيسة لأنها كانت نموذجا لما حدث في القرن الثاني الهجري من المثال الصالح الذي قدمه المسلمون للعالمين فساعات نختار واحد يعني فيه الصفات كلها دي فهوه السيدة نفيسة تزوجت إسحاق ابن مين إسحاق ابن جعفر الصادق طب ماشي ابن مين جعفر الصادق ابن محمد الباقر مين أبو محمد الباقر علي زين العابدين ابن الحسين يبا إذن النفيسة التي هي من نسل الحسن تزوجت إسحاق الذي هو من نسل الحسين وسموه إسحاق المؤتمن إسحاق المؤتمن لما كان الأيام راحت الأيام للحسن الأنور خلص التكاليف بتاع أمير للمدينة وصافر تولى إمارة المدينة بعد إسحاق إسحاق المؤتمن المؤتمن يبقى هي مرأة أمير وبنت أمير صحيح طب قال مولانا أن زواجها من المؤتمن جاء برؤية نبوية والله هي كانت امرأة عابدة متعلقة شفافة فكان يأتيها سيدنا رسول الله كثيرا وده هيؤثر في بقائها في مصر كمان نعم لأنها بقيت في مصر من رؤية من رؤية نبوية من رؤية نبوية الله فلما جاءت السيدة نفيسة وتزوجت إسحاق برؤية نبوية لما جاءت السيدة نفيسة إلى مصر جاءت مية تلاتة وتسعين كانت تمال تدعي يا رب أنا عايز أزور الخليل فرح خليل هي وجوزها ورحوا معرجين على مصر مية تلاتة وتسعين فاضل على القرن سبع سنين وهي ماتت مئتين وتمانية فيبقى قعدت في مصر حوالي خمستاشر سنة أول ما وصلت مصر فواحد كان اسمه جمال الدين الجصاص كان من كبار شهبان دار التجار سمع إن السيدة نفيسة جت والصيد بتاعها سبقها من فنزلها في الدار بتاعته دار وسيعة كويسة كده يعني إيه استضافهم في الله استضافهم في الله بالجنينة بتاعتها بمنافعها ونزلت السيدة نفيسة في هذا المكان وبعدين حصلت حاجة غريبة أولاً إن ناس عرفوا فيها استجابة الدعاء وإنها ست متواضع أوي وحبوبة واخد بالك فجم واحدة جرتها كانت مرات أبو الصراية كان واحد اسمه أبو الصراية أيوب بن صابر يعني حتى الاسم فيه إيه فيه صبر كبير أهو بتاعه فيه مشقة حصلة في الحياة فيه أبو صبر أهو أبو الصراية أيوب بن صابر فأبو الصراية مخلف بنته معواقة مشلولة عندها شل الأطفال ولكنه في نفس الوقت هو زعيم الطائفة اليهودية الباقية في مصر يتبعه نحو سبعون ألف على الديانة اليهودية الست جت وبعدين قالت لها ممكن لو سمحتي أخلي البنت عندك لأننا نزل السوق أعمل يعني تسوق اللي هو دلوقتي شوبينج هتروح تقضي المقاضي زي ما الخليجين يقولك قضت المقاضي واسيب البنت دي عندك وهي البنت قاعدة والبنت مشلولة مسكين البنت قاعدة وطبعا ست سبع سنين البنت دي وست راح رغم ما راح خلاص يعني البنت عندها شلل ما هيش محتاجة يعني يعني سكنة في مكانها مش هتخلق تلعب ولا بتوه ما فيش ما فيش للاعب ولا بتاع سكنة في مكانها فالسيدة نفيسة أمت تصلي ركعتين ما هي عابدة وتماء الزكر بقى والعبادة والبتاع مع ربنا فتوى الضغط فالوضوء انت عارف زمان ما فيش بقى بلط ولا في بتاعه مش عارفه فالوضوء سرح على الأرض البيت تقعدها كده الوضوء المية بتاعت الوضوء جات عند رجليها جات عند رجليها عملت لقى حاجة زي كهرباء ربحان الله فالبنت بتعمل كده رجليها لقيت رجليها بتتحارك ببركة سيدة نفيسة المية بتاعت الوضوء فقامت تشوف زكاتها تقوم ولا لا قامت فجربت السيدة دخلت الصلاة خلاص وكانت تستغرق جربت خادت بعضها وجريت سبحان الله استغرقها في أحوالها فراحت الأم جاية ولقيت بنتها فبيتقولها يا ماما يا ماما يا ماما اتلاها ماما مين انت مين اتلاها انا بنتك اتلاها بنتي ازاي يعني بنتي مشلولة جوه في البداية اتلاها لأ ما انا لعبت في المية بتاعت الوضوء فأنا بجي تعالي ورجعت بها للسيدة نفيسة وباقت الحادثة دي حادثة لها ما وراءها في الإجابة على السؤال بتاعك هم الناس بتحبها ليه وهو المترتب ليه استجابة الدعاء وليها تفاصيل يا ريت والله نسمع التفاصيل لكن ارجو من حركة بعد الفاصل لان اكيد كلنا شوق نسمع التفاصيل لان حبنا جديد بالسيدة نفيسة رضي الله وعنا وعنا رضي الله وعنا استأذن حضرتك وستأذن حضرتكم بعد الفاصل خليكم معنا لو دخلت أي مسجد من مساجد أهل البيت هتتعلق بيه على طول هتتعلق بأهل البيت نميعي مسجد ومقام نفيسة العلوم بضرب السبع داخل منطقة السيدة نفيسة ففي العشق الإلهي يجتمع مريدوها فهنا اجتمعت الأرواح تودع محبيها في صمت يعلوه أصوات الجنازات وهناك يجلس بائع السبح منذ سنوات طويلة طالبا الرزق ويشهد على تاريخ الأحباب ولمحبته بسيدته يأبى خادم السيدة نفيسة تركها في حياتها وماماتها فيرافقها ضريحه أمام المسجد ويتجاور مع مشهد العرفة بالله القريشية قارئة القرآن الكريم السيدة نبيلة فؤاد بنت نظيمة وعلى مر السنوات تآخى محبه صاحبة المقام الرفيع فتجد لهم بجوار المسجد بيت الشافعي لخدمة مريديها ومحبيها دعنا فيسة لأهل مصر فإن البركات والنفحات والخيرات تتنزل عليهم ببركتها أهلا بحضراتكم مرة أخرى وبرحة بفضل أهلا بحضراتكم مرة أخرى وبرحة بحضراتكم مرة أخرى وبرحة بفضل ولا تريدوا مالا ولا تريدوا شيئا استجابة الدعاء دي وصل بها الحال فيها إلى ما يشبه المعجزات فحضرتك لما البنت قامت ضنج يعني عملت جو في مصر غريب الشكل اليهود بيحتاجوا إلى الصنف ده من الكيبونيات اللي هو المعجزات والكرمات والخوارق مخهم مبني على كده أعلم الله جهرى يعني واخد بالك فلما بيشوفوا حاجة زي كده بينباهروا جدا أسلم أبو الصرايا وأسلم زوجته وأسلم السبعون ألف وقتها من الطائفة اليهودية وقتها من الطائفة اليهودية خلاص يبقى دول على الحق مولانا الكلام ده مؤرخ ولا حكايات ولوها روايات لا مؤرخ 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 ومعروف وهو ده سبب انتشار الإسلام حكاية استجابة الدعاء دي استجابة الدعاء دي يعني خلت الناس تنتبه ولذلك لما بيجوا يقولوني في الدعوة مش عارفها أقول له اصلح نفسك أنت أولا على شر ربنا يكرمك آدي السر اللي أنا بقولك عليه أن الناس دي في القرن الثاني الهجري لما رأى الناس أن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم دخلوا في دين الله أفواجا هي ده السر اللي احنا فيه أنه أي وقتون الدنيا في إيدك مفيش مانع لكن أوعى تبقى في قلبك أوعى تتعلق بيها فتفعل الحرام من أجل تحصيلها خليك محترم وهؤلاء الناس كانوا محترمين السيدة نفيسة سكنت في ضرب السباعة وضرب السباعة اللي هو على فكرة اللي هي مدفونة فيه دلوقتي زي ما قولنا في السيدة سكينا زي ما قلنا في السيدة نفس البيت نفس البيت اللي كانت سكنة في حرية لا ما كانش البيت لأنها كانت مريضة وفي الطريق لكن نفيسة كانت هنا سكنة هنا لأنه بعد كده الناس بقوا يقولها أفواج 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 لاستجابة الدعاء وكانت تخصص بتاعها العيون كانت طبيبة عيون وكانت تستعمل الحاجات اللي هي الكونية والحاجات الروحية وتدعي وتقول يا رب عشان كانت نفيسة العلوم لا سميت بنفيسة العلوم لأن الشافعي كان لها معه موقف الشافعي كانت هي الشافعي داخل مصر 197 يعني بعدها بأربعة سنين كانت هي سبب في مجيء إلى مصر السبب الثاني أن يسمع من أدباع الليس بن سعد رحمه الله اللي مات 183 فكانت هي سبب أحد ولذلك كان يزورها كتير فكانت تحب الإمام الشافعي وكانت ترى فيه عالما كبيرا وكان هو يرى فيها أنها عالمة وتلقى منها كثيرا فمن هنا سميت نفيسة العلم إذا كان الإمام الشافعي المكتهد العظيم ده اللي هو ملأ الأرض علما يعني سمع منها وأخذ منها يبقى هي نفيسة العلم فالشافعي أيضا كان طبيب ولكن على كل حال كانت أخصائية طب العيون وكان الدنيا بقى ازدحمت عندها فعكرت عليها الناس بقى كتير بالطواصل كل واحد عنده مشكلة في عينه وكل واحد عايز دعا كل واحد اتزنق في إرشين كل واحد كذا بقت أمم أمام المسجد فإسحق الداية وخد بعضهم راح المدينة ولا ما تيجي معايا فقالت له طيب نروح المدينة فشافت سيدنا رسول الله وهو يقول لها ابقي فإنك تموتين هنا سبحان الله ففضلت هنا الناس لما كسر الازدحام بتاعهم جه ابن عبد الحكم اللي هو كان ماسك مصر ساعتها وجاب لها بيتها سيئ وكويس وكذا ونظم لها الجدول قال لها سبت وأربعاء فقط الناس يجيلك ومنع الناس البيت الوسيع معناته إيه يبقى فيه مضيفة لاستقبال الواردين ويبقى فيه دخول بالنظام وكذا إداخل عشان كده بقت كلمة الضارين آه كده فهنا السيدة بقت تستقبل الناس السبت والأربعة طب وهي ليه بتبخل الخمسة يام التانيين قلبها معلق بالله شغالة عبادة مش لقية نفسها فيه إنها تتوغل في طلبات الدنيا دي كلها ولان ده من فيه باب مفتوح على الناس وباب مفتوح على الله على الله آه فباب الله ده لازم برضو ياخد حقه صحيح فكانت تعيش بالشكل ده سبت والأربع طبعا لا يؤدى من الناس تيجي برضو يوم الحد والاثنين والثلاث بس شوية قليلين لأنه معروف أنه السيدة النفيسة يعني أفلة فتحة يوم السبت والأربع آه فكانوا الناس ييجوا بالبتاع ولما جات يعني قربة وفاتها بعتت لإسحاق وقالت له على فكر أنا حسة إن الأجل قار وابتدت تحفر قبرها وقرأت فيه مية وتسعين ختمة كانت حفظة القرآن زي المية كده قرأت فيه مية وتسعين ختمة في قبره في قبره ويختلفوا بقى يقولك لا مية واربعين لا مية واربعين لا مية وتسعين روايات في المكان اللي هو المبارك ده قراءة القرآن والذكر والدعاء والجو ده كله بيملأ الكون خير ولذلك انت بتقول أنا بروح للسيدة ارتاح السيدة النفيسة ارتاح بدعي بيستجاب كذا لأنها أماكن مباركة لوجود هؤلاء المباركين فيها السيدة النفيسة الحقيقة مقطوع بأنها موجودة في مصر ما فيش بقى اخلاف ولا حد قال ولا حد بعد ما فيش حد وأبوها أيضا حسن الأنور بس ما هواش بنفس الإجماع اللي على السيدة النفيسة أرجو حرك يعني نخصص حال أبا سنة حسن الأنور نتشرف بمعرفته أكتر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينفعنا بعلومهم وينفعنا بوجودهم في مصر يا رب اللهم أمين شاكر جدا للفضل شكرا لك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك دعاء الصبر عند فقد العزيز أولها أن تصبر فإن الصبر عند الصدمة الأولى وإنا إليه راجعون فإذا فاجأ الإنسان أمر يكرهه فليصبر وليتق الله وليتذكر أن هذه الدنيا إلى زوال وليجعل قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكتب له من الثواب والأجر الجزيل ما لو اطلع عليه الإنسان لهانت معه الدنيا وما فيها وما متاع الدنيا إلا قليل